شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره ياروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبت الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتعد هذه المرحلة من الصبت الخرسانية بداية مرحلة الانشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذي مقرر له وفق الجدول الزمنية المحدد لانتهاء في عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل